السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من الأخبار إيطالية الحلقة ديال تسعود في شهر تسعود يا إخوان اليوم عدنا القانون الرسمي لأنه مجلس الوزراء الإيطالي كيصادق على القانون ديال تمديد القريم باس إلى قطاعات أخرى كنا كنت تكلموا على عدة قطاعات ولكن حاليا عدنا الرسم يا إخوان غايتم الإلزامية ديال القريم باس في المدارس وضيور العجزة وغنشرح لكم كل شيء بالضيطاء وكذلك يا إخوان حتى الأولياء الأمور الأب ولا الأم اللي بغيبش يجيب ولدهم المدراسة خاصوا القريم باس وهذا شيء غنقول لكم ابتداء من أي تاريخ والشرح يا إخوان المضقق وهذا شيء غتلقوا في الفقرة الثانية الفقرة الأولى يا إخوان غنمشوا نشوفوا دكش لدار واحد شاب مغربي لا يصدقوا أنا شخصيا نصدمني يا إخوان لأنه هاد المواطن يا إخوان مغربي وصراحة كتحشم تقول أنه هاد السيد كتتقاسم معها الجنسية هذا كان معروف سابقا يا إخوان في إيطاليا لأنه في واحد الحادي تسير مشهور في 2010 كان خرج في عشرة الرياضيين اللي كانوا كدروا يا إخوان الرياضة بالدراجة الهوائية كدروا البيكالة وخرج في عشرة يا إخوان قسل الثمانية المهم في الأيام السابقة يوم الاثنين دار فعل أخرى وأنا ما صدقتش يا إخوان ما كانت تخليوا لي التعليق ديالكم يا إخوان وتقولوا لي أراء ديالكم حول هذه القضية سنتطرقوا لها في الفقرة الأولى وسأتكلموا يا إخوان عن الانتخابات في المغرب اللي فاس بها عزيز أخنوش والذي بطبيعة حالي إخوان كان مترقب أصلا كان عنده واحد الجيش يا إخوان ديال الصحفيين منهم تجيني منهم بوشرة دولي كلهم يا إخوان كانوا كيطبلوا ليه وبطبيعة الحال سنتكلموا عن النتائج وغادي نقول لكم الرأي ديالي الشخصي وشي تساؤلت لي عندي وكذلك غانتكلموا يا إخوان على قتل مواطن مغربي موسين في مدينة طورينو اللي تم القتل ديالو يا إخوان بجوش طعانات واللي غادي نتكلموا على القضية ديالو غادي نشوفه شنوقع البارح وكذلك يا إخوان كيف ما العادة غادي نشوفوا الحالة الوبائية والجلبة في إيطاليا وفي المغرب وكيف ما العادة كنشكركم جزيلة شكر على الدعم ديالكم للقناة وانا كنقرأ فيه مني قرأت العنوان وانا كنقول لم الساحيل لما غاديش تكون لما غاديش تكون اقسيم بالله لشوكاني ومن أغرب ومن أغرب الأخبار اللي تعطات في أخبار إيطاليا الحدود السعية إخوان أنا بالنسبة لي طرقنا الأخبار ديال وفايات وأخبار اللي هي كانت مؤترة للغاية ولكن الأكثر غراب واللي كتقلقك بزافي إخوان هو هذا الخبر هاد سيدي إخوان كان السبب باش أنه إيطاليا تدير وحد القانون يعني ما كانش هو السبب الرئيسي ولكن ساهم فيه كنت تكلموا على القانون ديال القتل الطرقي حيث سابقا يا إخوان ما كانت الجريمة ديال القتل الطرقي وكان اللي قسل شي واحد عن طريق السيارة يا إخوان في واحد الحادي تسير كتم المحاكمة ديالو بيتهما ديال حادي تسير لذلك كان يعطيه سنة ولا سنتين ديال السجن إلى كتر معه ولكن من بعد حيث كتروا الناس اللي كيسوقوا هم سكرانين ولا تحت تأثير المخدرات بحكومة الإيطالية دارت القانوني إخوان ديال القتل الطرقي اللي فيه عقوبات سجنية كسب صالحة الخمستاشر سنة وما أكثر لذلك يا إخوان هات سيد الناس اللي ستعقل عليه فهذه الفترة الزمنية في الفين وعشر يا إخوان كانت عنده واحد وعشرين سنة وبالميرسيديس ميتين وعشرين كان ضوبل في واحد الفيراج منوع فيه الضوبلاج وكان لقى قدامه عشرة الناس اللي سيقل بيكالا عشرة الناس اللي كيدروا رياضة يا إخوان ديال الدراجات الهوائية واخرج فيهم كاملين قتل منهم ثمانية وجوج بشل سبيطار حالة ديالهم خطيرة وكان تحت تأثير المخدرات لذلك يا إخوان مضوبل في الفيراج منوع فيه الضوبلاج ووكل المخدرات وقاتل ثمانية مشادة هذه المحكمة يا إخوان وحيط ما كانت الجريمة ديال القتل الطرقي عطاوه ثمان سنين ديال السيجن هذك ثمان سنين ديوز فاعر خمس سنين يعني ما كان ملاش تسن ديال السيجن يا إخوان على كل شخص قتله ومن بعد يا إخوان هذ المواطن اللي اسمته شافيق الكالتاني أشنو غايد يدير نهارتنين اللي داس دار حادي تصير تاني يا إخوان وقتل صديق دياله اللي كراك في الجنب دياله لا حول ولا قوة إلا بالله يا إخوان أنا والله ما مصدق لخبر ولكن يا إخوان مقلق مقلق بزاف وكنتمنى أنه ينال العقوبة دياله المرة الجاية بطبيعة حالي إخوان ما نساوش وخمق القينو كل شين ترحموا لها السيد المغربي يا إخوان اللي كان صديق دياله اللي كان يراكب في الجنب دياله يا إخوان عنده 31 سنة ما ذكرواش الاسم دياله ولكن الله يرحمه الله يرحمه الله يصبرها إلى دياله طبيعة الحال هات السيارة هي اللي كان سايق نهارتنين اللي دازي يا إخوان طويو طبقة جديدة وعير مكرية ما ديالوش كاريها وغادي بسرعة جنونية خرجها يا إخوان في الحديد وكيف ما كتشوفوا معي الحديد كيفاش عواج والسيارة داس للجهة الأخرى يا إخوان هذا دليل على أنه كان غادي بسرعة جنونية حاليا البوليس كحقق واش كان واخد دروقة يا إخوان واخد المخدرات ولله ولكن راه التهمة اللي موجه ليه حاليا راه يتهمة ديال القتل الطرقي هاد التهمة لسابقة لمكانتش المهم يا إخوان هاد السيد في 2010 نعود لكم الحادثة النسلي معاقلين شعلا حيضوا لي البيرمي 17 عام قبل مدير الحادثة لذلك هو الوقات اللي دار الحادثة ما عندوش البيرمي البوليس حيضوه لي حيضوه لي حيضوه لي حيضوه لي حيضوه في حيط طريق لفاخت متصل ما خصوش يدوبل عدوا البيرمي جديد لذلك حيضو لي البيرمي من حيضوه لي بعد 17 عام اخوان كدير لدي الحادثة تسير واخد لها دروقة مدروقة وغادي سايق قتل تمنيات الناس اعطاه 8 سنين ديال السجن دوز منها خمسة يا اخوان ونهار اثنين دار حادي تسير اخر في الطريق الوطني رقم 182 بالقرب من مدينة مرتش اللي نارا اللي كتوقع في الجنوب هاد سيدي اخوان حاليا نراها البوليس كيحقق واش كان واخد لها دروقة حتى هاد المرة ولا لا ولكن اللي تبين هو انه كان غادي بسرعة جنوية هو قال لي يا اخوان من يتكلموا معاه كان مقلق وكل شيء وقال لي معلاش ما متش حتى انا يا بطابة الحال بزفت الناس ربما تعاطف مع هاد الجملة ولكن انا شخصيا كنقول بلا انه شخص اللي قتلت منية الناس خاصه يكون يسوق وهو غادي بخمسين ما يفوتهاش اصلا من يقتل الصديق دياله انا مع الفكرة انه مع امري بقي يسوقش سيارة لانه يا اخوان لا يعقل دبره ولا في تسعة الرواح رأى ليلى هاي الله محمد رسول الله يا اخوان رأى ما كدخلش للعقل وزي ده بالسرعة المفرطة وكيتبك عن يوم علش ما متحت انا يا زي ما كين كنت انت يا بغي تبقى حي وصاحبك بغي يبقى حي وما كنت تكلموش على سوابق قانونية رأى الشيء خصك تفكر فيه انتو الله ماشي انتو القانون حيط القانون ما اخداش الحق ديال الضحايا ماتوا تمانية وعطوك خمسين ديال السجن رأى ما كدخلش للعقل وخامة غريبة وحنا مغاربة رأى الحق في الارض يا اخوان هات السيد ما دروش معها الحق في الارض رأى خصو يفكر في الحق اللي عنده مع الله لذلك انا هاد الجملة الاخيرة ديال اعلش ما متش حتى انا يا ما اتراتش فيها نهائيا يا اخوان تأثر فيها كون واحد السيد كتب عليه الله ولكن هذا اللي على حسب ما كتكسب الكوريالي ديال اصاري اخوان هو يا نيبوتي يعني نقدروا نقولوا الحافيد ديال واحد السيد مغربي اللي اسمي سورينغو كيقولوا بلا انه في الكالابريا معروف وبلا انه القائد ديال الجالية المغربية وخام عمرني ما اسمعت بالاسم دياله وكيحتاكر يا اخوان الدومين ديال التجارة فيما يخص لباع المتجولين لذلك اخوان عنده المونوبوليو قاعد الاحتيكار بوحده وليكين في السوق ما عرفتوش انا شكونا هو يا هاد الشافيق الكتاني كيشي شي حاجة ولد خوله ولا ولد خطوه ولا شي حاجة بحلمه كي لذلك اخوان لا يدير شدو ديال الخير وانتمنوا انه البروكورا ديال كتنزارو تكون قاسحة معها لأقصى درجة باش هاد السيد يا اخوان ما تتعطاش عير سنة ولا سنة سنة ديال السجن ويخرجتاني ران الله يجعل الباراكة انا تقلقت بزافي اخوان ما عرفتش انتو ما ولكن انا نرى سبحان الله فهذا الفقر يا اخوان غنيمشون شوفوا القطاعات وهو بالشكل رسمي القطاعات اللي تم تلزيم عليها يا اخوان القريم باس ومن بعد ما انوضوزنة واحد ربع ايامي اخوان كتخرج الاخبار وكيتم تكديب ديالها من اعضاء ديال الحكومة اليوم ما مجلس الوزارة الايطالي كيصادق على القانوني اخوان جديد باش يمدد القريم باس في قطاعات اخرى والقطاعات يا اخوان كما يلي وقبل ما نقول لكم شكونا هي القطاعات اللي بغيت نقول لكم هو انه على حساب ما كيسبيين ماريو دراجي رئيس الحكومة الايطالي عنده النية باش انه يلزم القريم باس على جميع القطاعات ديال الخدمة وعلى جميع العمال والمضافين لذلك يا اخوان بغي بشدة قدقة ودرجة درجة ولكن فهد السمانة ان شاء الله لزم القريم باس على قطاعات والاسبوع الماجي ولمن هنا ال 15 يوم على الاكتر كيف مكي يكسب الكوريالي دلاصيرا غادي لزم القريم باس على قطاعات اخرى غادي لشوفوا السريعين شكونهم القطاعات اللي تم تلزيم عليهم القريم باس اول قطع يا اخوان الناس اللي اخدا من في الاكل لما ينسى ديال المدرسة وكذلك الناس اللي اخدا من في البوليتسية النظافة ديال المدرسة والذي يخدمه في الصيانة يعني بغي تصيب شي حاجة وخاصك بشير المدرسة باش تصيبها هذا الشخص اللي غايب شي ولا الناس اللي غيدخلوا باش يصيبوها خاص يكون عندهم الجريم باس الجريم باس اللي غيكون كذلك إلزامي إخوان على الآباء اللي غيدخلوا للمدارس باش يجيبوا الأطفال ديالهم إلا كنتي غادت جيب الطفل ديال وغادت صناه خارج المدرسة ما تحتاج الجريم باس أما إلا كنتك تدخل الداخل باش تجيبوه أراه لا بد من الجريم باس في شهر عشرة ماشي سريعا لذلك اللي مجاله بشو ما عنديش غريم باس ما زال عنده الوقت يا إخوان باش يقاض الأمور دياله وهات الشي راهم الكتوب يا إخوان في النص الرسمي لصادقة عني الحكومة الإيطالية اليوم هذه نقطة النقطة الثانية واللي هي مهمة غيتم الإلزامية ديال الجلبة على الناس اللي خدامه في الارسياء الناس اللي خدامه يا إخوان في ضيور العجزة وبطبيعة الحال غاديمشون نشوفوه سريعا القانون القانون كيقول كمان يا إخوان أنه إلى غاية 31 في شهر 12 غيكون الجريم باس في هذه القطاعات اللي دويج عنهم حاليا علاش 31 في شهر 12؟ لأنه إلى حدود هذك الوقات يا إخوان غيكون العمل بحالة الطوارئ الصحية ممكن أنه الحكومة الإيطالية تمدد حالة الطوارئ الصحية وبذلك غيتم تمديد كذلك لاستعمال ديال الجريم باس لذلك إلى حدود سعارها لاستعمال دياله غيكون إلى غاية 31 في شهر 12 بالطبيعة الحال، الناس اللي يخدامن في القطاع ديال المدارسيد إخوان النس يخضمن ف القطاع ديال ما ينسى الأكل وكذلك إخوان النظافة واللي يخدامن في المدارس لابد ديالج ريما إليهم إيجاب قبل ما يدخلونه وفيما يحص القطاع ديالجين العجزة أي إخوان غيتم تطبيق القانون ابتداء من عشر شهر عشر ولكن أرى إنه غير زمون عليهم الجلبةamiento blue سعارة لذلك أي شخص سيد CHRIST في ديور العجزة. لازم عليه يكون عنده جلبة يا اخوان. لذلك هذه الاشياء اللي هي رسمية. اليوم كذلك يا اخوان في البرلمان كيف ما تشوفوا معي الصورة هنا يا. كين كلام وكين نقاش وغي يكون تصويت من هنا الواحد دقائق قليلة ان شاء الله. والحزب ديال لاليغانور يا اخوان لهذه السيمانة هو كيصوت ضد القريم باس اليوم ما في البرلمان من يجينا الاشياء اللي هي رسمية والقانون ديال الدولة اللي خاصة تصويت عليه باش يدوز تم تصويت يا اخوان على القانون ولا لغانور تصويت على الجريم باس الزامي في المدارس. لذلك باش نذكركم بزيان في المدارس راه الزامي على جميع الناس اللي غايدخلون license الناس اللي هما يا اساسي ده وموظافي والناس اللي خطمون في emphasize. في حين انه هuttل الأميدي يا اخوان غير ملزامين بالجريم باس. في الجامعات طالبة نعم ملزامين بالجريم باس وكذلك الاساسي ده الجامعيين. ملزامين بالجريم باس والконترول اللي رغي هي كنتروليهم يا اخوان الرئيس او المدير ديال هذيك المؤسسة اللي هو منزم عليه كنتروليهم وفي حالة ما انه شي واحد ما عندوش غريم باس غايت تعتبر بلا انه غائب بدون سبب ولدوو زي اخوان خمسة الغيابات خمسيان بلا غريم باس غايتم توقف دياله من العمل وما غايبقاش يتخلص وما غايكون عندو حتى شي تعويض لذلك غريم باس يا اخوان في المدارس راه ولا قانون ديال الدولة ولا بشكل رسمي فيما يخص القرارات الخرة اللي غتجي في الايام ان شاء الله كيفما ses كتبنا الكورية لدرسه يا اخوان جادي يتكون الالزامية من هنا الصيمانة ولا من هنا الخمسة تاشر يوم على الناس اللي خدامها في القيطاعات يا اخوان ديال الادارة العامة في البلدية في الجهة كذلك في الكويستوراس والشيطورات ومالفروفيتوريس غاير يرجعوا يخدموا وغنت تكون عندهم الالزامية غريم باس وفيما يخص القويةات يا اخوان الخاصة يعني الناس يخدامون في الشركات. الاغلبية ديالة الناس احنا مغاربة يا اخوان. غتكون عندهم الالزامة ديال غريم باس. ولكن خص يكون اتفاق ما بدأ يقبل. ما بدل سندقاته. يعني النقابات. وكذلك يا اخوان. ديال الصناعة. لذلك يا اخوان مسألة ايام ومسألة وقت وغيره للغريم باس. الزامة على الجميع الناس اللي خدامه. لذلك الى كنت يخدامه وما زال ما تردد على الجلبة. من الاحسن حيضة قبل ان الناس بدأت تزاحم. وكن اذكركم بلا انه. هذا الشرك سكن قوليكم راه هو ليوقعي اخوان. القانون مثلا ديال الزامة ديال الجلبة. على ديور ديال العجزة. رغى يدخل ابتداء من عشر في شهر عشر. يعني الناس للحضوط الساعة من اليومة. يعني تسعود في شهر تسعود. عندها مدة ديال شهر باش بشي تجلب. وتاخد على الاقل جرعة الاولى. ومنك تاخد الجرعة الاولى كتدوس 15 يومك ولي عندك الجرين باس. لذلك يا اخوان. رح عندهم tuneعي لوقت في اشي جلبو. وياخدو الجرين باس. و نفس الامر الناس اللي خدمن في المدارس. فه الكرية سوف نتكلموا عن الانتخابات اللي كانت البارح في المغرب واللي تكلمت عليها كذلك الصحافة يا اخوان العالمية من بين هالству الصحافة الايطالية. اليوم في الصباح تكلموا في الراديو اخوان على المغرب في الانتخابات وكذلك كانت رеловورتاجات يا اخوان في النشرة الاخبارية الايطالية اليومة. على المغرب يا اخوان وش كون اللي ربحوا اشنون اللي وقع. لذلك غامشون شوفوا اشنون اللي وقع في المغرب اللي بارح اخوان لكات انتخابات مهمة. المغاربة مشوا صوتوا على ثلاثة الاشياء. شكونا غيمتلهم في المجلس ديال الجماعة في المجلس ديالجهة وكذلك مجلس النواب. طبي اتحالي اخوان نتائج راكم عارفنا. البارح في معا ثلاثة ديال الليل وزارة الداخلية دارت واحد المؤتمر يعني خرج واحد السيد من وزارة الداخلية واعلن على النتائج الاتية. تجمع الوطني للاحرار ديال الاخنوش سبعة وتسعين مقعد. الحزب ديال الاصارة والمعاصرة تنين وتمانين مقعد. الاستقلال ثمانية وسبعين مقعد. وغنبقوا نازلين يا اخوان حتى غنووصلوا العذارة وتنمية تناشر مقعد. واللي هو يكي تعتبر يا اخوان اكبر الخاسرين في الانتخابات. يعني باش تدوز يا اخوان. من مية وخمسة وعشرين مقعد اللي كانت عندك في هاد الحكومة اللي يالله خسرت ولاية ديالها يا اخوان والفترة ديالها. توصل عندك تناشر مقعد يا اخوان. راه ميساج قوي من المغاربة يا اخوان. اللي بطبيعة الحال السبب الرئيسي في الخسارة ديالهم بالنسبة لي انا يا اخوان هو هاد السيد. عارف راس واشنو ديرو مدرك وجهه لانه لا يعقل يا اخوان. سيد اللي بحال هذا ما كنت تكلموش على الشخص. ما كنت تكلموش على العثماني الشخص والطبيب. ليهو يقاريه وعنده واحد المستوى وكذا وكذا وكذا. كنت تكلموه على العثماني رئيس الحكومة. ليهو يا ربما اسوأ رئيس حكومة داس في التاريخ ديال المغرب. سيد اللي ما كيتكلمش ما كيعبرش كيف قصك. لذلك يا اخوان كان من المنتظر انه هاد النتيجة هي اللي غا توصلي العدولة الاثنمية بسبب هاد السيد. وربما كو كانش واحد خور ليهو يمترأس العدالة الاثنمية. وربما يا اخوان كانت النجاح ايش غا تكون مختلفة. ولكن هاد الشي ريوقع. واخر الاخبار يا اخوان اللي هي ديال الدقائق معدودة هذي راه كتقول بلا انه العثماني اعطى الاستقالة دياله من الحزب ديال العدالة الاثنمية. وهاد الشي يا اخوان جاء من بعد ما انه في الصباح بن كيران كسب واحد الرسالة وطالبه مش انه يستاقل من الرئاسة والقيادة ديال الحزب ديال العدالة الاثنمية. بطبيعة الحال حاليا اللي فاسك في ما قلنا يا اخوان هو يا اخ النوش. للمقاعد اللي عنده في البرلمان لا تكفي. هو يا اخوان عنده سبعة وتسعين مقعد. واللي باش تكون عنده الاغلبية في البرلمان يا اخوان خصوا على الاقل ميتين صوت. لذلك راه ملزم عني انه يدير تحالفة اخوان مع احزاب اخرين. وهاد الشي اللي غيكون ان شاء الله غيكون اولا الاصارة والمعاصرة. لهو يا حزب قريب من القصر الملكي. كانت ليوم واحد الاتصال هاتي في يا اخوان من الرئيس ديال الاصارة والمعاصرة التاصل باخنوش وهن اعلى الفوز دياله. وبطبيعة الحال يا اخوان هادراك التعتبر خطوة باش يكون واحد تحالف من القدام وربما غيتحالفه مع احزاب اخرى. بطبيعة الحال كيف ما كانت الحكومة يا اخوان احنا كنت نتمنى وانه المغرب يصدهر في الفترة القادمة. كيف كانت التجمع الوطني للاحرار كيف كان الاستقلال كيف كانت العدالة واتنمية وكيف ما كنقول دائما الحمد لله انه البلاد ما كيدبروهاش الاحزاب السياسية. الحمد لله كي المالك كان المستشارين دياله الناس اللي عندهم كفاءة كبيرة. واللي هما يا اخوان مسيرين البلاد احسن تسير لحدود الساعة. واش كتظنوا انه الحكومة السابقة اللي كان على الرأس دياله. العثمان يا اخوان هي اللي كانت مدبر الازمة الصحية في المغرب. هي اللي شرت الجلبة ديال استرات زينيكو. هي اللي شرت الجلبة ديال سينوفارم. رأي يا اخوان كان الناس خلال اللي كتدبر البلاد. وانحمد الله على هاد الشيء. لذلك يا اخوان المغرب الله يخلي ليه الملك دياله. حيط اصلا الاجين نشوف الوجوه اللي طلعت يا اخوان. راح طلعوا عشرة يا اخوان ما بين الرؤساء ديال فروق القدم ورؤساء ديال العصبة ديال كرة القدم. لذلك ناس اللي كتدير الكرة ترشحات وطلعات. طلعت كذلك يا اخوان اه السيدة فاطمة خير اللي هي ممثلة ومن احسن ممثلات يا اخوان في المغرب ومقدمة برامج. ملا لا العروسة غلقوا في البرنامان. وزيادة يا اخوان واحد الرأي الشخصي ديالي ربما شي واحد يكون المتافق معي ربما لا. هو انه وانا ما غنعممش هنا يا. غدي نقول لكم بلا انه الاغلبية ديال المغاربة ولكن مش يكون لهم. الاغلبية فيهم ما عارفش الفرق اللي كين مثلا ما بين تجمع الوطني للاحرار. الاصالة والمعاصرة الاستقلال الاتحاد الشراكي. منا غد سولوا واش تجمع الوطني للاحرار يعني الحمامة. واش هي يمينية ولا يسارية? تراكتور واش يميني ولا يساري? يعني الاغلبية انا ما كنقولش كل شي ولكن الاغلبية ما غيععرفش. لانه احنا ما عارفش الاحزاب السياسية التفكير ديال اشنا هوايا? تيار ديال اشنا هوايا? فاش كتفكر واش نبغي تدير? ولكن يا اخوان الحدود الساعة مثلا هاد الحزب لهوايا الاصالة والمعاصرة يعتبر حزب ديال الوسط اليساري باغي يتحالف مع التجمع الوطني للاحرار اللي هو من الوسط اليميني. يعني اليمين واليسار غايتحالفوا عادي جدا بحالة ما وقعوا له. في حين انه في دول مثلا اوروبا شي حاجة اللي تقريبا شي بهم الصحيلة. مثلا في ايطاليا وقعت ولكن وقعت في حالة استثنائية. يعني جد راق اللي هو ما كنته من تشي حزب. ولي بطبيط حلي اخوان احزاب خرد عماتو. باش ما نمشوش نصوته في الواباء واللي كانت واحد الموجة التانية ديال الفيروس. اخوان لذلك اخوان راحنا في المغرب السياسة باقا بعد عليها بزاف. بعيدا كل البعدة للسياسة ديالبالصح. عير كنت سمعو بها. وكثما قلت لكم يا اخوان الحمد لله انه وعدنا الملك في البلاد اللي هو يمدبر الامور احسن تدبير. هات الصور يا اخوان اللي كتلاحظوا معايا حاليا كتجينا من مدينة طورينو. وهنا يا اخوان هاد القلعة الاصفر اللي كتشوفوا هنا يا راه تحتو الجتة ديال المواطن المغربي عنده خمسة وستسين سنة. واللي تم القتل ديالو على يد مواطن يا اخوان اجنبي على حسب ما كتقول الصحافة الايطالية لربما من شمال افريقيا. يقدر يكون مغربي يقدر يكون عنده جنسة اخرى. لذلك يا اخوان اللي وقع هو انه هات الشخص عنده خمسة وستسين سنة الله يا رحمه يا اخوان. كان متشريد وتعرف على الجاني اللي قتلوا يا اخوان في الدور بيطوريو ديال مدينة الطورينو. لذلك هات الشي كامل يقب في البياتسة ديال لا ريبوبليكا الدائرة لي كينا في طورينو في لا ريا ميركتاريا يعني في القرب الابلس Stones sih يا اخوان وقع في العشية ديال البارح مكنش السوق ديك يا اخوان وما كانوش للناس مفرشين ولذلك كان بناتهم واحد العراك تعاركو يا اخوان ضربو بجرش طعانات فقالبانكينا وقتلو دخلو الاسعاف وركن ما قادروا يدريو والو يا اخوان في حين انه السيد اللي قتلو درب فيا ميلانو كاملة يا اخوان هربان ووصل بياد ساستاتوتو يا اخوان وتم حاول انه ينتحر ويدرب راسه بالموس ولكن يا اخوان البوليس وصلوا عليه والدور السبيطار وحال يراك ياخد علاجات ديره في المستشفى تحت حراسة امنية. اه على حساب ما قالت الصحافة يا اخوان هو انه رجال الامن عنده من فيديو ديال كيفاش تمقت لهذا المواطن المغربي اخوان حيث الكاميرات اللي كانت في هذه الساحة تتمكنت انها تشد كل شيء يا اخوان بوضح. لذلك يا اخوان الله يرحم هاد المواطن المغربي للحدود تساعة ما كانش الاسم دياله ولا شي حاجة باش يعني واحد يقدر يعرف العائلة دياله لا يعني يبلغ عليه الناس اللي كتعرفو ولكن يا اخوان هاد الشرع وقع في مدينة طورينو البارح تمانية في شهر تسعود. فيما يخص اخوان الحملة دي تلقاه في ايطاليا حدود تساعة ربعين مليون مواطن ايطالي وسبعمية وواحد وخمسين الف خضو على الاقل جرعة تعدوا ثلاثين مليون في هاد الناس يا اخوان تعدوا ثلاثين مليون وتثمية وثلاثين وسبعين الف خضو الجرعة الاولى والجرعة الثانية وكملوا الجرعات ديالهم يا اخوان هاد الشي يعني انهم لانه واحد وثمانين فاصلة خمسة من المواطني الايطاليين واحد وثمانين فاصلة خمسة من الناس اللي عندهم كسر من 12 سنة اراهم جلبه في ايطاليا اللي هي ارقام ممتازة للغاية فيما يخص اخوان الارقام اللي كتخص الحالة الوبائية فهي كالاتي خمسة الاف وخمسمية وثلاثين وعشرين حالة اصابة جديدة تعدوا خمسين ديت الناس اللي توفات في اخر اربعة وشرين ساعة والعدد ديال تحليل ميتين واحدة وتسعين الف في حين انه في الناس نقصوا ستة وكيوي ديالهم خمسمية وثمانين و وخمسين وفي المستشفيات كينقصوا خمسةوي ديالهم اربعة الاف وميتين وثلاثين لمغربية اخوان الحالة فهي كالاتي الناس اخذو على الاقل جرعة رهم تسعة اشار مليون وسبعمية وثمانة واربعين الف يعني قراب من عشرين مليون فهذا الناس اخوان إنستاشر مليونلومتين وثبعم شخص اللي اخذت الجرعة الاولى والجرعة التانية كذلك الناس اللي القينا اليوم ببوزيتيفي اخوان رهم 3451 الناس اللي تم الاستبعات ديالوم 26000 الناس اللي تشافه 4487 والناس اللي توفه 74 الله يرحمون في حين انه الحالة اللي تلقى العلاج كانت تنزل تحت 40000 وكولي العدد ديالوم تعده 30000 توزيع الحالات حسب الجهات فهو كالاتي عدنا الدار بداستات 11400 قنيترا 1057 طانجتي طوال حسيمة 364 الشرق 344 وباقي الجهات عندها قل من 150 حالة بهذا كنوصا الاخر الحلقة تلافوا ريوسكم والى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله